العقيقة العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود وهي سنة مستحبة ومؤكدة في الإسلام شكرا لله على نعمته ولما لها من أثر على المولود العقيقة حرز للمولود تدفع عنه البلاء والأمراض فقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام كل مولود مرتهن بعقيقته يتأكد الاستحباب على تطبيق العقيقة في اليوم السابع من ولادة الطفل ولكن يمتد وقت العقيقة من يوم الولادة وحتى يوم الوفاة وما بعده فلشدة أهميتها أكدت أحاديث أهل البيت عليهم السلام أن من لم يعق عنه أبواه يستحب أن يعق عن نفسه إذا بلغ وإن أصبح شيخا كبيرا وورد في الأخبار أنه إذا لم يفعل حتى ما تستحب لورثته أن يعق عنه بعد موته تكون العقيقة من أحد الأنعام الثلاثة الغنم ضأناً كان أو معزا والبكر والإبل ولا تكفي من الحيوانات الأخرى كالدجاج مثلاً يستحب أن تكون العقيقة سمينة ففي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام خيرها أسمنها ورد عن الإمام الصادق عليه السلام الدعاء التالي قبل ذبح الذبيحة يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلمة وما أنا من المشركين إن صلاة ونسك ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم صلي على محمد وآل محمد وتقبل من فلان ابن فلان ثم يذبح وورد الدعاء التالي عند الذبح أيضاً اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه وشعرها بشعره وجلدها بجلده اللهم اجعلها وقاءاً لفلان ابن فلان يكره للوالدين أن يأكل من عقيقة المولود وتشتد الكراهة في الأم وظاهر بعض الأخبار كراهة أكل من يعوله الأب منها أيضاً كالأولاد مثلاً لذلك توزع على الآخرين ويتخير بين توزيعها لحماً نيئاً أو مطبوخاً وإن كان الأفضل طبخها ودعوة جماعة من المؤمنين عليها أقلهم عشرة وإن زاد فهو أفضل يأكلون منها ويدعون للولد لا يكفي بدل ذبح العقيقة التصدق بثمانها كإعطاء ثمانها للفقراء يستحب أن يذبح عن الولد الذكر كبش ذكر وعن الأنثى أنثى لو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم تسقط العقيقة عنه وقبله تسقط كما تسقط العقيقة عن الفقير إلى أن يوسر وهناك تفاصيل أخرى ذكرها الفقهاء في كتبهم